لم تكن ثورة يوليو حدثا عاديا بل كانت نقطة فاصلة بين عصرين وبدءا لعهد جديد في مصر كذلك للأمة العربية التي سارت على خطاها ونالت استقلالها بلد تل والآخر فقد سارت ثورة يوليو منهاجا قوميا سارت على خطاة الأمة العربية دائما ما تتطلع شعوب للأفضل تأمل في مستقبل مشرق وجمهورية جديدة يحددون بأنفسهم ملامحها من هنا انطلقت شرار الثورة الثالث والعشرين من يوليو وقامت ضباط الأحرار بخطوة جريئة أيدها الشعب المصرية فنجحوا سويا في تحرير البلاد وتحولها بشكل جذري على كافة الأصعيدة الاجتماعية والسياسية وكذلك بناء اقتصاد اشتراقي قوي يحقق للمصريين أداف الثورة في الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية ويعد عام 1952 شاهدا على الثورة البيضاء والتي غيرت التاريخ المصري تماما ونقلت مصر من عهد الملكية إلى عهد الجمهورية فتحول مشهد التأييد الشعبي للدباط الأحرار لتكليف بالاستمرار من أجل تغيير الواقع وتحقيق الاستقلال والقرامة وحقق الثورة يوليو الكثير من المشروعات الكبرى والإنجازات القومية مثل زيادة الرقعة الزراعية عن طريق استصلاحها فكانت مشروعات استصلاح الأراضي الصحروية في مشروعين كبيرين مشروع مدرية التحرير ومشروع الوادي الجديد واللدان أضاف إلى مصر مساحات مزروعة إلى مساحتها التقليدية في الوادي والدلتا كما قادت ثورة يوليو مجالات التصنيع من منطلق أن الصناعة هي الطريق نحو تحقيق النهضة فكانت المشروعات الصناعية الأملاقة في مجال صناعة الحديد والصلب والكيمويات والدواء والإنتاج الحربية فتحققت لمصر قاعدة صناعية مكنتها من الوفاء باحتياجاتها المتزايدة من الإنتاج كما تم الاهتمام بصناعات التعدين والبترو كيمويات فضلا عن تنفيذ مشروع السد العالي والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية العملاقة في تاريخ مصر الحديث والذي هدف إلى توفير المياه لزيادة الرقعة الزراعية كما حرست الثورة على توفير الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية لأهل الريف فأنشئت الوحدات المجمعة بالريف لرفع الوعي العام بين الفلاحين كما تم تأميم قناة السويس واسترداد الكرامة والاستقلال والحرية المفقودة على أيدي المستعمر المعتدي كما تم توقيع اتفاقية الجلاء بعد أكثر من سبعين عاما من الاحتلال وتم إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة والمراكز الثقافية بهدف تحقيق توزيع ديمقراطي عادل للثقافة كما اهتمت الثورة بالتعليم لأهميته في بناء الوطن وقامت سياسة الثورة في التعليم على الجمع بين التربية والتعليم لإعداد المواطن إعدادا سليما والأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في التعليم بعد أن جعلته مجانا كما أنشأت حكومة الثورة وزارة التعليم العالي عام 1961 كما اهتمت بتحقيق التعاون الثقافي مع البلدان العربية الأخرى فتم إنشاء جامعة القاهرة فرعا لها بالخرطوم بدأ العمل به في أكتوبر من عام 1955 وقد أعطت ثورة يوليو إشارة بداية صناعة دور إقليمي لمصر عربيا وإفريقيا استمرت آثاره الإيجابية حتى اليوم لتظل ثورة الثالث والعشرين من يوليو نقطة بيضاء في تاريخ مصر الحديث